السلام عليكم حصة اللغة العربية للصف الخامس المعلم ماريم مخلوف سأخوم أولاً بقراءة الدرس وهو بعنوان فلسطين ومن ثم سأتعرف إلى معاني المفردات والتركيب والأفكار التي وردت في هذا النص فلسطين جلست الجدة تحدث حفيدتها علياء عن قريتها الصغيرة التي عاشت فيها مع والديها وإخوتها وكانت تمسك بيدها مفتاحاً قديماً تنظر إليه غرورقت عيناها بالعبارات وبصوت حزين قالت لحفيدتها لن أنسى فلسطين ما حييت ولن أنسى قرية التي تقوى على سهل أخضر تكثر فيه أشجار التين والزيتون وكروم العنب وغير بعيد عنها بيارات البرتقال والجبال تكسوها أشجار السر كنا في المساء نجلس تحت شجرة جوز قديمة في دوء القمر نستمع إلى بطولات يحكيها لنا جدي عن صلاح الدين الأيوبي وعن تاريخ وطننا العريق وعن تاريخ القدس والمعارك العظيمة التي جرت على أرضها وخاضها الجيش العربي الأردني على ثرعها كنت في الأعياد أذهب مع والدي لأصلي صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس وكم كان يعجبني بناء قبة الصخرة من الداخل والخارج ثم نزور المسجد الإبراهيمي الشريفة في مدينة الخليل كنا ننعم في قريتنا بحياة هادئة رغيدة سعيدة ثم نظرت الجدة نظرة فيها حنين وقالت كنا نعيش في أمن وسلام آمل أن يبزغ فجر جديد على أمتنا لنعود إليك يا فلسطين قالت علياء وأنا آمل يا جدتي أن أرى فلسطين محررة من الاحتلال الصهيوني من خلال قراءتنا للدرس نرى حوار جرى بين علياء وجدتها التي كانت تسكن في فلسطين كانت هذه الجدة تحدث علياء عن طفولتها في فلسطين وكيف شردت منها كباقي الناس حين احتلها العدو الصهيوني وأخرج أهلها منها جلست الجدة تحدث حفيدتها علياء عن قريتها الصغيرة التي عاشت فيها مع والديها وإخوتها جلست علياء وبدأت الجدة بالحديث عن القرية والمكان التي كانت تسكن فيه مع عائلتها وكانت تمسك بيدها مفتاحا قديما تنظر إليه نرى في الصورة مفتاح مع الجدة وهو مفتاح بيتها الذي كانت تسكن فيه في فلسطين وبقيت هذه الجدة تحتفظ بالمفتاح آملة أن تعود إلى بيتها في يوم مية الأيام أخذ الحنين هذه الجدة إلى مسكنها وإلى طفولتها فغرورقت عيناها بالعبارات غرورقت أي امتلأت العبارات أي الدموع بدأت عينا الجدة تمتلئ بالدموع وبصوت حزين قالت بدأت الجدة بالحديث والحزن يملأ قلبها لن أنسى فلسطين ما حييت قالت الجدة بأن فلسطين سوف تبقى خالدة في ذاكرتها مهما عاشت ولن أنسى قرية التي تقوى على سهل أخضر تكثر فيها أشجار التين والزيتون هنا تبدأ الجدة بوصف منزلها لعلياء فمنزلها أين يقع على سهل أخضر تكثر حول هذا المنزل أو حول القرية أشجار التين والزيتون وكروم العنب وغير بعيد عنها بيارات البرتقال بيارات البرتقال هي مزارع الحمضيات نحن نعلم بأن فلسطين تشتهر بالزراعة ففيها أشجار التين والزيتون والبيارات وكروم العنب والجبال تكسوها أشجار السرو وأيضا كان يوجد جبال مليئة بأشجار السرو تكسوها أي تغطيها أي أن هذه الجبال مغطية ومليئة بأشجار السرو يا خامس مهما الإنسان بعد عن وطنه بعد عن بيته كبر في العمر يبقى محتفظ في ذاكرته في قلبه هذا المكان الذي عاش فيه الطفولة مع أهله ومع أصدقائه ومع الأشخاص الذي يحبهم كنا في المساء نجلس تحت شجرة جوز قديمة في ضوء القمر بدأت الآن الجدة تحدث علياء عن ما كان يحدث معها وهي صغيرة نستمع إلى بطولات يحكيها لنا جدي عن صلاح الدين الأيوبي إذن كانت الجدة جدة علياء تجلس مع جدها عندما كانت طفلة صغيرة مثل علياء علياء حاليا جالسة مع جدتها وأيضا الجدة صغيرة وهي صغيرة كانت تجلس مع جدها وكان هذا الجد يحدثها عن بطولات صلاح الدين الأيوبي وعن تاريخ وطننا العريق أي تاريخ فلسطين العظيم وعن تاريخ القدس والمعارك العظيمة أو المعارك العظيمة التي جرت على أرضها وأيضا هذا الجد كان يحدثها عن المعارك وعن الحروب التي حدثت على أرض فلسطين والمعارك أيضا التي خاضها الجيش العربي الأردني على ثرائها وأيضا المعارك التي قام بها الجيش العربي على تراب فلسطين وكند في الأعياد الآن الجدة بدأت تحدث علياء عن طفلتها في الأعياد في الفقرة أو الفقرتين السابقتين الفكرة فيها حديث الجدة محفيدتها عن قريتها ووصف جمال قريتها التي تقع في فلسطين وحديثها عن بطولات وتاريخ فلسطين والمعارك التي خاضها الجيش العربي الأردني على أرضها إذن كنا في أول فقرتين تحدث عن الحوار الذي دار بين علياء وبين الجدة وعن المكان التي كانت تسكن فيه في طفولتها كنت في الأعياد أذهب مع والدي لأصلي صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس إذن الجدة أين كانت تصلي صلاة العيد ومع من كانت تصليها مع والدها ومع والدتها في المسجد الأقصى المبارك أين المسجد الأقصى؟ في مدينة القدس وكم كان يعجبني بناء قبة الصخرة من الداخل والخارج كان يعجب الجدة بناء القدس كيف هي مزينة وكيف هي جميلة من الداخل وأيضا من الخارج ثم أين تذهب بعد الصلاة؟ ثم نزور المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل تنتقل من مدينة القدس إلى مدينة الخليل لتزور المسجد الإبراهيم الشريف كنا ننعم في قريتنا بحياة هادئة رغيدة سعيدة كانت الجدة سعيدة في حياتها داخل قرية في فلسطين فقد كانت الحياة طيبة وحياة سعيدة حياة آمنة هذا متى؟ قبل الاحتلال أو قبل ما الصهاينة يشارد الفلسطينيين من أرضهم ثم نظرت الجدة نظرة فيها حنين وقالت أن الجدة بعد محدثت عليها عن الطفولة وعن حياتها شعرت بالحنين القوي لهذه المدينة فقالت كنا نعيش في أمن وسلام تتحسر نرى هنا حسرة الجدة على الماضي الذي ضاع منها آمل أن يبزغ فجر جديد على أمتنا آمل أي أتمنى أو أرجو ترجو الجدة وتتمنى أن يبزغ أي يشرق فجر جديد على أمتنا أي أنه يأتي فرج الله عز وجل ليحرر هذه فلسطين فيأتي نهار جديد مليء بالخير والسلام لماذا؟ لنعود إليك يا فلسطين إذن تتمنى الجدة أن يأتي يوم جديد على الأمة العربية الفجر هي بداية إشراق بداية حياة جديدة حتى تعود إلى فلسطين قالت علياء الآن علياء بعدما استمعت إلى حديث الجدة أصابها أيضا الحنين والشوق إلى فلسطين فحب فلسطين خالد فينا حتى وإن لم نعيش بها أبدا وأنا آمل يا جدتي أن أرى فلسطين محررة من الاحتلال الصهيوني احتلال الصهيوني هو الاحتلال لهدي أيضا علياء تتمنى وترجو أن تحرر فلسطين لنعود جميعا إليها إن شاء الله الأفكار متابعة وصف الجدة للحياة في فلسطين بما في ذلك الأعياد الأمل لدى الجدة والحفيدة في رؤية فلسطين محررة من الاحتلال الصهيوني ونحن نقول أيضا نأمل أن نرى فلسطين محررة من الاحتلال الصهيوني وإن شاء الله ستتحرر أعطيكم ألف أفيا يا خامس